السلام عليكم مشتركة الكريمات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحة جيدة اليوم اديتكم معايا في جولة المحل انتعمتي محل صنع الحلوية اسمه حلوية داليا بالنسبة للناس اللي تسكنها في سكيك دا المحل راهو فيه كامل اقديم وين مقابل متوسطة ساعة قرمش يعني اللي تحب تروح تخدم عندها دتلكم بعض المغتطفات من المحل تابعوا معايا هنا هدي هي وجهة المحل رح تلقوا هادة اللي فيتة الكبيرة يعني لأي وحدة حبت تروح عندها تزورها وتخدم عندها الحلويات هنا يا صورنا شوية وضحكنا شوية وشاركت معاها وصفة المقرود المقلي ومن بعد ان شاء الله رح تشوفوها معايا مع بعض النصائح والاسرار اللي مدتهم لي حصريا حصريا ان شاء الله رح نرجع عند عمتي وتعاود تخدمها قدامي ويتفتت وحده بزيف 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 بنين مبسس وفي قيمة روعة مش خطكش عمتي فعلا حلوياتها رائعة وهنا عندها بعض من الحلويات هنا عندها البنيون وعندها البيغاميد وعندها هدي كفتة وهديك الغريبية غريبية الكوكاو كما راكم تشوفو انتم من يعجبكم حلوياتها وتزوروها خصوصا انتم اللي ساكنين في سكيك دا ان شاء الله رح تكونوا جد راديين هدي حلوة المشماشا كذلك حلوة رائعة وسهلة هدا بوصولة تمسو هدا سابلي بصراحة هزيتك بتكسرت في يدي هش 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 درجة كبيرة هدو ماء عفوا هدو ملق طايف وهدو ماء عربية وش سمتهم لي نسيتهم نسيتهم شو اسمتهم وهناي الكروكون كذلك يتفتت وحده خفيف 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 بزاف بنين كذلك هنا مرنج وهدا البتي فوق اللي كان عليها بزاف الطالب ونهار يعني اللي رحت عندها وصورت دخلوا بزاف يدومون ديوه لأنه هايل بصراحة وهناي يعطتني يعني يعطتني بعض نقدروا نقولوا عليهم أسرار المهنة كيما باركزامبل هنا يلو بتي فوق ما يتخدمش بالزبدة هاديك العادية اللي تعرفوها كامل وليمحك المشهورين عندو زبدة سبيسيا اللي يتخدم بيها بش يمد هادك لقو مثال محلات ونفس هالزبدة اللي يخدموا بيها تقريبا كامل هاد الحلويات الجفة وهدو قطايف الصينية كيما راكم تلاحظو مقطعين على شكل مربعات هدو راح نديلكم الوصفة انتاحهم ان شاء الله في قناتي عن قريب هدو تانية بزاف ابنين هادي حبة الحلوان تاعي كيما راكم تشوفو انا فاكم قطاكم يا عشبتها تهبطت زور المحل هنا يدخلت شوية الداخل يعني الداخل وين يخدموا لقيتهم هنا يراهم يديروا في البنيون اللي طعموا مختلفة على البنيون اللي را يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ما حبيتش نكون حشرية بزاف ونزق سيها مع انو على بلي بلي ما تبخلنيج في حتى معلومة وطبعا اخواتي انا على بلي بلي هاد المعلومات راح تفيدكم شوية خصوصا اللي حيبني تدخلوها في مشروع الحلويات هادي الشوكولات هي فيها 8.5 كيلو تتبع هاكدا كبيرة على ما اظن هاديتها 8.5 كيلو تتبع 135 الفا على ما اظن هكذا ما ننسيت بخيلي مدته لي قتل 135 فراح تكون جد عملية خيما نشريو بالمخص الصغير ويجينا ما نعرف شحال لما تقسموا 135 الفا 8 8 8.5 كيلو راح يخرج بلكم الكيلو الطايح يعني اللي نشروه هنا في ماركة معروفة وهذا هو مورب المش مش اللي كنت انا هدرت لكم عليه هدرت لكم يجي في هدل الاسطوانات كما تهز زيتون فيها 4 كيلو ونص 4 كيلو 600 قرام تاني نسيت 8 راح نسقصي عليه ونحطه لكم في التعليقات عفوا بنسبة شوكو الأغلاط 8 كيلو مش 8 كيلو ونص اما هدي هي الزبدة اللي يخدموا بها لي يخدموا لي قاتو ما تجيش في ديبوات صغار تجي في هاد هاد الباطة الكبيرة فيها 10 كيلو يعني تشروا 10 كيلو دربة مرة وتخدموا بها تجي بيضاء اللون وتجي خفيفة يعني قومتها لما أنا هذي تكدقتها خفيفة خفيفة تهبل يعني حبي تنفيد كم بوج قدرت تنفيد كم بي أمالي ما محك تروحوا بك عند القوصي تقولولو بار اكزامل الزبدة 10 كيلو عدروني يعني على بالكم المحل يبقى مش تاعي ما نقدرش مبرتاجي كلش لو تاعي كنت يعني نشارك كم في كل شي يعني حتى نمحك نشارك كم في ها من كتروش بزا فعل عمدي هنيا كانت دارت قلب اللوز تندير في الشربة تنتح انشاء الله رح نديرها في فيديو في فيديو وحده انشاء الله نديرها قلب اللوز وهنا كما راكم تشوفوك اغير ما خرجتها شربتها بشربة باردة وقلب اللوز هنا طبعا بس ما تتزعز و هنا كانت قطعتها الى مربعات و من بعد دخلتها الطيب وهنا شوية هكو هزتها عودت رجعتها للوفوغ هو صخون حتى تشربت في الواقع هي ما ما قدرتش خليت بات للك كاملة حسب طلب الزبائن طبعا هنا رجعت هكي ما قد لكم للوفوغ هو مازال صخون بش يعني تشرب ليه ليه وهذا الفور فانتي له هدا الفور قطلب اللي شريته 15 مليون 15 مليون هو فرنام بروفيسيونل يعني مشي كما هدو اللي فوغ اللي مال في نشوفهم هدو الطايحين في البري هدو يخدمو لك حاجة ما يخدمو لك حاجة أما هدف يخدم لك كل شي ويطيب لك كل شي ويطيب كل شي مليح هدو مهام البوطان من تحت الأزرار وهنا هدا الشريو تال بلاطوات هدو اللي فوغ يمشي بالتريستي ويمشي بالماء في حالة مائدة طيبو فيه المخبوزات مثلا مثل البريوش خبز الدار المهم المخبوزات كامل طيبة بالماء يعني باش تجي طريا وهشا وخفيفا هنا بعد ما تشربت قلب اللوز را تطبع فيها طبعا قلب اللوز تلما حالات من جيش عليها بزيب لانو يحطوها في هديك العولب البلاستيكية اما البيتران اللي تخدم به نتخدم بكين وود ماجور هدا شريط وقت لتقريبا سبع ملايين اللي بيستعورهم كبار الفوي ولا اللي يعجن ولا اللي يخلط كبار كذلك في الحجم يعني كان وود هو المركة من بين المركات المخيرة في اللي بيترا طبعا عندها الميزان هادة اللي تنزدن به لما تبيعوا عندها هذا الميزان يحسب حتى اللي تخدقت اللي شريطه من سوق العلمة ميتين ميتين وخمسين بسكة طبعا هي جابت كل شي من العلمة شوفو يدير القرام يدير الأوز هدي ما نخدموهش ويدير كذلك ما قد كما يقيس حتى السوائل بالميلي لدخ هنا يلقيت هتانية راح تدير مقروض المقلة فحبيت يعني نصور معها مقتطفات ونفعل الكيلة اللي استعملتها انت ما تستعملوا أي كيلة عندكم دارت منها ربعة كيلة تسميد عادي عادي يعني سميد ما هو رطب ما هو حرش سميد عادي متوسط دارت ربعة دارت الملح كذلك ملحت والكيلة اللي كيلت بها ربعة سميد كيلت بها كيلة وشوية انت زيت يعني مشي زبدة زيت قد كنبسك بشكي تقلي وهذيك الزيت اللي تقلي فيه ميك حال لشني انه زيت فيه زيت بس كنبس ندير بالزبدة لما تقلي المقروض راح هذيك الزيت يك حال ومبعد ولا تبسس كيما راكم تلاحظو عادي تبسس في السميد انتاح بهذا الشكل ومبعد بس هذو اللي يخدمو اللي غاتو ما يقدروش يشيلو كل مرة قرعة تعم مزهر فكينا بات داغوم هذي تدوق مزهر جيب معادي تحكم الكاستيها ديرت فيه معادي وديرت قطرة فقط ملا بات دامان هذيك يولي مزهر يعني هكا تقتصد بش يعني تخرج في خدمتها وكل شي هذيهما كين يعني واحد اللي زاسيز كين واحد اللي سيكخي يخدمو بيهم هذي يعني الناس اللي عندهم المحلات وكل شي والآن راه كما تشوفو راه تلم في الباطن تحة ومبعد خليت يعني هذيك الباطن تحة ريحة شوية فقط بعد بدت تشكل مديرتوش مديرتوش على شكل هذيك حربوش وكذلك ما ديرتوش بالطابع ديرتو بحد الطابع آخر لكتشوفوه معايا هذيها هي العباط وهنا جبت شوية غرض ودرت له جلجلانية ودخلتها مليح فيه ومبعد هنا تاخد كمية من العجين وتحط فيها الغرس بهذا الشكل وتطبع هنا اللي تحب تقتل الغرس تكتر اللي تحب ما تكتر كذلك ما تكتر شهنا ترجع مسألة أدواء هي ديرت هذي الشكل صغيرة دريف وقتلكم باش ما يتفتح لكم مقرود المقلة في الزيت كتولوا تقليوا فيه مكان حتى سرقت برك المقادر لازم تكون قد قد هذي مكان ما تكتر زيت أو ما تنقص الزيت وسعي لازم تكون مقادر مضبوطة وسعي وفعلا ما تفتح لهاش ولو تشوف النتيجة الله يبارك عليها تخدم رابط بروفيسيونل اللي يبارك عليها والمقرود جا بزيف بزيف في بنين وهنا كان الزيت يصخن فحطت الحبات الانتحات غيرت ميقل على نار متوسطة وتخلوهم حتى يتحمروا مليح يعني باش ما يبقا لكم تخضر من داخل و حدي كم طبعا تكونوا حضرت ورسل بلا ما تزيدوا لها حتى إضافات تقلبوا بهذا الشكل لعاصل طبعا لازم تكون باردة بعد ما يتحمروا الحبات جيدا تبدأ تهز وتحط تحط هم يتعسلوا قد تكون على أقل خمس دقائق على أكتر عم خمس دقائق إن شاء الله تكون الجولة في محل عمتي حلوية داليا فادتكم استفدتوا ولو ببعض الأفكار وديتوا صدقوني إنها والله ما تبخل بالمعلومات بارك أنا حشمت إن نسق فيها وننسي ستعليها بزيف ولكن راهي وعدت نبحث أخرى إن شاء الله راح نزيد نرجع ليها ونفيدكم أكتر ما تنسى ما تنسوش تزورها إذا حبيت تخدم هذا هو الفيديو التالي إذا أعجبكم ديروا لي جاء وانتظروني في فيديو لاحق ترجمة نانسي